للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من الجنوب اللبناني من حصبية أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية أهلا بك أحمد يعني الاحتلال مرة أخرى يكرس فكرة الترحيل والتهجير وعدم العودة كما فعل في غزة يفعل الآن في الجنوب اللبنانية ضعنا في هذه الحالة المستجدة على الجنوب اللبناني ليست بالجديدة ولكنها مستجدة نعم بالفعل هذا هو الحال ووقع الحال فيها الجنوب اللبناني أن جيش الاحتلال الإسرائيلي طالب سكان المزيد من القرى والبلدات في الجنوب اللبناني بالمغادرة ولكن كان هناك رد فاعل قوي ربما جاء هذا التحذير من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بعدما أمطر حزب الله سماء حيفا بالصواريخ والمسيرات على مدار الساعات القليلة الماضية هجوم هو الأوسع منذ بداية التوترات في الجنوب اللبناني نفزه حزب الله منذ قليل على عدد من المناطق والوحدات في منطقة حيفا من بينها استهداف مدينة حيفا نفسها برشقة صاروخية كبيرة بالإضافة أيضا إلى استهداف قاعدة الدفاع الجوي الرئيسية في منطقة غرب حيفا بأسراب من المسيرات واستهداف قاعدة أيضا في جنوب شرق حيفا برشقات صاروخية فضلا عن الاستهدافات التي طالت محيط هذه المدينة في المناطق الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال وربما وفقا للمعلومات الأولية وأيضا ما يتردد في وسائل الإعلام أن هناك عمليات نزوح كبيرة في بلدة حيفا وذلك تنفيذا لما قاله حزب الله بأنه سيصاعد من هجماته خلال الفترة المقبلة ردا على العدوان الإسرائيلي الواسع فكان بداية التصعيد هو هذه العمليات التي نفزت قبل قليل باتجاه مدينة حيفا وكان قد سبقها أيضا رشق صاروخية كبيرة في مدينة صفد بالإضافة أيضا إلى عدد من العمليات التي بلغت تسع عشر عملية منذ صباح أمس وحتى الثانية عشر في منتصف الليل فبالتالي هي من الوثيرة العمليات الكبيرة في الجنوب اللبناني والتي تضمنت أيضا استهداف ثلاث تجمعات لجنود جيش الاحتلال في بلدة عيد الشعب اللبنانية هذه التجمعات حاولت التسلل برا وتنفيذ عمليات في الجنوب اللبناني استهداف أيضا ثلاث فرق لجيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة كفر كلا في القطاع الشرقي للجنوب اللبناني أيضا هذه الفرق حاولت التسلل على مدار اليوم وكانت هناك استهدافات مباشرة لها بالأسلحة الصاروخية والقزايا في المدفعية كان هناك استهداف لدبابة مركافة في موقع أو في أحد المواقع العسكرية الإسرائيلية المتخمة للحدود اللبنانية كان هناك استهداف أيضا لموقع رأس النقورة البحري التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي كان هناك استهداف لسكنة زرعيت وأيضا موقع يؤاف في منطقة الجليل الأعلى ومنطقة الجولان السوري المحتل فبالتالي هناك العديد من العمليات النوعية التي نفذت اليوم من الجنوب اللبناني باتجاه المواقع العسكرية الإسرائيلية وذلك في مواجهة التصعيد الكبير الذي أيضا نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي ومحاولات التواغل برا في الأراضي اللبنانية وتحديدا في منطقة عيت الشعب في القطاع الأوسط للجنوب ومنطقة كفر كلا في القطاع الشرقي للجنوب اللبناني فضلا عن قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإدخال مضرعات يتم التحكم فيها عن بعد في منطقة عيت الشعب ورميش مما أصار حالة كبيرة من القلق لدى المتواجدين في هذه المناطق وسرعان من سحبت هذه المضرعات التي يتم تسيرها عن بعد بعد استهداف من قبل حزب الله لهذه المناطق فبالتالي كان هناك أيضا عدوان واسع عن طريق الطائرات الحربية الإسرائيلية التي نفذت على مدار الساعات الماضية أكثر من أربعين غارة جوية على مختلف المناطق في الجنوب اللبناني سواء في القطاع الغربي للجنوب اللبناني وتحديدا جوية والبزورية وغيرها من البلدات وفي القطاع الأوسط أيضا تعرضت سلسلة من البلدات إلى سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية العنيفة من بينها زوتر ويارين وأيضا بيت ليف وغيرها من المناطق وهنا في القطاع الشرقي تعرضت أكثر من عشر بلدات إلى عدوان إسرائيلي عبر الطائرات الحربية التي أطلقت عشرات السواريخ على هذه المناطق ومن بينها الخيام وكفر كيلة والعديسة وأيضا مناطق في كفر شوبة بالإضافة إلى القصف المدفعي المتواصل حتى هذه اللحظة على محيط البلدات التي يحاول جيش الاحتلال الإسرائيلي التسلل منها برا حزب الله أعلن أن حصيلة العمليات البرية على مدار الأيام الماضية وتحديدا أن الأسبوع الماضي بلغت عشر قتلى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي بالإضافة إلى أكثر من 150 مصابا جراء عمليات برية في أسبوع واحد فقط ليرتفع الإجمال إلى 55 قتيلا لجيش الاحتلال الإسرائيلي نعم أحمد أشكرك طبعا على هذا الوصف الدقيق لعموم الساحة اللبنانية لما يجري فيه من عمليات استهداف وعدوان إسرائيلي ورد لحزب الله ولكن السؤال تحدثت عن مجموعة من النازحين أو من القرى التي هددت بالترحيل ووجوب الذهاب إلى ما بعد نهر الأولي ومناطق أخرى ما هو الوضع الإنساني لهؤلاء النازحين أو لتلك القرى التي يتم تهديدها بالنزوح أو بالقصف نعم هذه البلدات هناك بلدات دمرت الغالبية العظمى منها في الجنوب اللبناني وخصوصا تلك التي نسمع في هذه الأثناء أصوات انفجارات على ما يبدو أنها غارة جوية إسرائيلية جديدة في هذه المنطقة وربما هذه الغارة في إحدى البلدات التي هددها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار الساعات القليلة الماضية سكان هذه البلدات يتوجهون إلى مناطق في محاولة للوصول إلى مناطق أكثر أمنا ولكن من اللافت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف على مدار الأيام الماضية مراكز الإيواء النازحين في الجنوب اللبناني واستهدف أيضا مراكز حكومية كانت تعد مساعدات لعدد من المواطنين في الجنوب إذن هو لا يستهدف فقط أحداث لحزب الله هو يستهدف حتى مراكز النازحين والمناطق التي تقدم المساعدات ومنها منظمات إنسانية ودولية وأممية نعم بالفعل يستهدف النازحين يستهدف أيضا الفرق الإغاسية يستهدف فرق الدفاع المدني العاملين في القطاع الصحي المستشفيات خمس مستشفيات أغلقت بشكل كامل فيها الجنوب اللبناني جراء العدوان الإسرائيلي الذي طالها يستهدف أيضا فرق الدفاع المدني يستهدف قوات اليونفيل اليونفيل على مدار أسبوع واحد فقط أصدرت أربع بيانات تدين فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي وتحذر من استهدف مقرتها حتى أن المقر الرئيسي لقوات الأمم المتحدة المعقتة في لبنان في بلدة النقورة بالقطاع الغربي للجنوب اللبناني تم الاعتداء عليه وتدمير برج مراقبة فيه فبالتالي اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي لا تتوقف عند أي حد أو أي طرف في الجنوب اللبناني نعم بعجالة أحمد كانت قبل ساعتين من الآن معنا محافظة النبطية وتحدثت عن واقع الحولة وأن هناك استهدافات وأن الأهالي هناك يستغيثون ويريدون الإنقاذ ولا تستطيع فرق الإنقاذ من الوصول إليهم هل من تفاصيل حول ما يجري في النبطية بعجالة؟ نعم نحن الآن في الأساس نحن في محافظة النبطية نعم الحصبية هناك وإذا سألتك عن هذه المنطقة نعم نرى بأعيننا ما يعانيه المواطنون في هذه المناطق وتحديدا في بلدة حولة التي تعرضت بالفعل إلى سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية العنيفة والتي أحدثت ما يشبه حزابا ناريا منع فرق الإغاثة والمسعفين من الوصول إلى هذه المناطق مثل ما يفعل في جيش الاحتلال الإسرائيلي في العديد من المناطق هنا في محافظة النبطية التي تعاد الأكثر تعرضا للعدوان الإسرائيلي منذ بداية هذه التوترات نعم شكرا جزيلا لك أحمد سنجام ورسل القاهرة الإخبارية من حصبية من النبطية في القطاع الشرقي من الحدود الجنوبية اللبنانية شكرا جزيلا لك ونسأل الله لكم السلامة إنما تكون